أعلموا أنه في المصليات وأوقات الدروس وعند مجالس الخير ما يشتغل بالجوالات بل ولا في غير هذه الأوقات لغير حاجة ولغير الذرة والغير منفعة وفاجدة وانتي استعبدتك متاه الآن بعض دول أوروبا بدأوا يفتحون محلات العلاج على جيش والإدمان علاج على جيش والإدمان على النت يتحول مصيبة تحول مشكلة نفسية واجتماعية وبعدين قدوا بدأوا يصل لا تجيب البلاء حقك ولا بغانا تصلح لنا مركز علاجي لا تجيبه أصلا تورطنا نحن فيه وبعدين بتجيبت أهل جناد أولا أولا أقول لأنهم يعالجون أولادهم هناك بعض أولادهم لكن عاد بعض أولادنا بدأوا في السكرة لكن عاد بعض أولادنا بدأوا في السكرة أصلا ما رجعوا إلى مرجعياتهم الكريمها النزيها الشريفة يصلهم هذا الوباء والوباء ولو لهم مرجعية إلى مرجعياتهم الطاهرة المنورة في الشريعة ما هيقدر هولا يضحكون عليهم بشيء ضرهم يما حول الأحوال حول حالنا والمسلمين إلى أحسن حال ترجمة نانسي قنقر